موسيقى الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس سخكوزي صرح أمس في ندوة صحفية في تونس أن التهديدات الأمنية التي تعيشها تونس تعود إلى حدودها المشتركة مع الجزائر وليبيا هو مضوع نقاج ضيف الأخبار مع جمال الدين بوراس أهلا بك جمال أهلا أنيسة مساء الخير مشاهدين الكرام إذن وكما رأينا لم يستحي الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي خلال ندوة صحفية نشطها بالعاصمة تونس هذا الرئيس الذي قال في وقت سابق أثناء زيارة الجزائر بأنه صديق لهذا البلد إذن تجرأ وقال بأن التهديدات الأمنية والإرهاب التي عاشته أو التهديدات الأمنية التي تعيشها تونس تعود إلى مشاطرة الأخيرة لحدودها مع الجزائر وليبيا ليس هذا فقط بل ذهب إلى بعد من ذلك وقال بأنه يجب مناقشة وضعية الجزائر ومدى تطورها في الاجتماع القادم لدول البحر الأبيض المتوسط إذن هذا ما سنناقشه اليوم مع المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية إسماعيل دبش أهلا شكرا إذن أستاذ لماذا في هذا الوقت تحديدا تأتي تصريحات نيكولا ساركوزي وما المغزى منها؟ لا أولا سيد ساركوزي أنه يبدو أنه يتناسى بأن الوضع المتعفل الذي وصلت له المنطقة في شمال إفريقيا في ليبيا في مالي في تونس وما ناتب أخرى السبب هي ثقل فرنسا بداية بالحرف الأطلسي الذي بعاز فرنسي بقوة عن طريق ما يسمى بالشرعية الدولية الحقيقة ليس الشرعية الدولية هي إرادة ناتو ومثلة في فرنسا بالضبط والمتحدة الأمريكية وهم الذين أوصلوا الوضع إلى ما عادت عليه لأن ما حدث بالإطاحة بالعقيد القضع فيه هو وراء تخريب ليبيا نعم هو السبب وراء ما حدث في ليبيا والسبب كذلك لعكاساته السلبية الخطيرة على المنطقة ككل بداية بالجزائر 2013 تيغونتورين تيغونتورين كانت نتيجة لتدخل الناتو وتدخل الهاتف حتى أو الروح أبعد من هذا لأن الإرهابي الذين أقابوا بالعمل تيغونتوري تم استنطاقهم وعترفوا بأنهم تدربوا في مصراتا وفي مناطق أخرى في ليبيا وكانوا يقاتلونها ضد النظام القذافي وعطيت لهم أدوار أخرى بما فيها عملية تيغونتورين إذن النهاية يبدو أن سيركوزي يتنسى هذا ثانيا أن التوقيت انتاح لماذا في الضبط هذا هو قبل شهدنا في الجزائر قبل أيام عملية إرهابية كبيرة يبدو لي على التونسيين بالذات أن يفهموا أن الإرهاب الموجود في تونس هو داخل تونس ولا يمكن أبدا أن يقضوا عليه إلا من محاربة مصادر جذور الإرهاب من داخل تونس وليس ببناء حائط عازل بين ليبيا وتونس أو محاولة التطويق أمني بين الجزائر لأن المشكلة هو في تونس ثانيا فقط هنا فقط سدعي للعيم أن العديد من الأحزاب السياسية التونسية حتى العديد من التونسيين يعني أدانوا هذه التصريحات فبعض منهم قرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام الصفارة الجزائرية بتونس يعني احتجاجا على تصريحات نيكولاس ركوس هو التصريح انتاعه الحقيقة هي مساومة سياسية أكثر منه واقع بمعنى بمعنى أن يبدو لي أنه ربما حسب أن الجزائر أكثر هو اقترابا من هولند بدلا من ساركوزي ويعرف أن الدور الجزائري جده قوي جده مؤثر في الحمالات الانتخابية الفرنسية في توجيه الرأي العام العربي العربي والجالية العربية بصفة عام أو الجالية المغاربية بصفة خاصة والجالية الجزائرية بصفة خاصة يعني ساركوزي استفز الجزائر والجزائر يريد أن يمارس عمالي الضغط حتى يحقق مكاسب ولكن هذه مغالطة يجب أن تكون على حسب أمن واستقرار المنطقة ككل وعلى حساب وأمن استقرار فرنسا في حديداتها لأن ما يحدث من إرهاب هو عمل تأثير عام سواء بفرنسا أو خارجه يبدو لأنه نسية بأن العمل الآن أن فرنسا كانت من الدول التي تخلت عن الجزائر في محاربة الإرهاب في التسعينيات نعم هو أراد أن يمارس عمالي الضغط حتى يحقق وعلى حسب أمن ساحب موثيرهم الدبلواصيين وانسى بأن الجزائر الدولة هي التي ترفض الفدية وترفض تمويل الإرهاب لأن فرنسا تدفع الفدية وتمويل الإرهاب في سوريا ما يحدث في سوريا وما حدث في الإرهاب وبتصريح رسمي ببرلمان فرنسي بالبرلمان الإيطالي بالبرلمان الأوروبي الأمريكي أنهم يعلمون بصراحة أنهم يعطون الأموال والأسلحة للمقاومة المسلحة في ليبيا في سوريا ومناطق الخرم العالم إذن حتى ما يسمى بالإرهابين الآخرين الآن العملية اكتشفت مكشوفة أمام الرأي العام لا يوجد لا علاقة للإسلام بالإرهاب لا علاقة للدول الإسلامية بالإرهابيين لا علاقة للمسلمين بالإرهاب ما يحدث الآن هي عملية استعلماتية مخابراتية لتنفيذ استراتيجية غربية في المنطقة وما يحدث الآن وما حدث لتونس هو الدفع والضغط على النظام التونسي ويسمح لقاعدة عسكرية بتونس لأن أعطيك الدليل لماذا حدثت في سوسا عن طريق البحر حتى يقول لا يمكن لتونس أن تؤمن منطقتها إلا عن طريق البوارج البحرية تعالي حفا أطلسي ولا يمكن أن تؤمن حدثها إلا عن طريق تواجدنا بتونس ونحن الذين نقدر نحمي إذن هذه كلها استراتيجية غربية البحث عن مبررات التدقل يبدو لأن الغرب يقترب الآن من اكتشاف اللعبة وسوف يدفعون ثمنها قبل دول المنطقة لأن ما يحدث الآن حتى الرأي العام لأننا نتبع اليوم في جنرال فرنسي في الجيش متقاعد قبل شهور يحمل فرنسا بما حقالت إليه الوضع في المنطقة هذه صراحة الأقل في جارة البنس أمس تصريح وضع من جنرال قوي في وزارة الدفاع الفرنسية عدة إعلاميين مفكرين سياسيين فرنسيين قبل أن نقول سياسيين في المنطقة ونقول سياسيين حتى داخل أوروبا وفرنسا هو أفعاني ربما ساركوزي كذلك جثت التصريحات ربما لتراجع شعبيته فهو أراد أن يلعب على ورقة انتخابية يعني استباقيا للانتخابات الفرنسية وهو يعلم كذلك جيدا بأن الجزائر طالما عملت على محاربة الإرهاب وتجفي في منابعه والجزائر لديها العديد من الاتفاقية الدولية وحتى مع فرنسا فهي شريكة في محاربة ظاهرة الإرهاب فهو يعلم جيدا بأن الجزائر رائد في هذا الميدان أنا كلمة شريكة فرنسا ليس شريكة في محاربة الإرهاب جزائر تحارب الإرهاب فرنسا تؤسس الإرهاب أنا أتحدث عني في إطار التفاقية الدولية أنا سمعت التصريح أن تعوه هو يريد يرسل للرأي العام الفرنسي أنني لم أكن متهم من طرف أنني تعاملت مع القذافي وتم تمويني من طريقة في القذافي وغيرها وكثر إكلام عليها كثير ومعروف هذه القصة حتى لأنه من بين الأشياء التي أثرت على شعبيته وهي هذه من بين الأشياء التي أثرت على شعبيته هي هذه العلاقة مع الوضع في ليبيا ومع القذافي وغيرها إذن يبدو أنه يبرر يريد أن يثبت للرأي العام وتكثر بها كلام كثير ولكن لن تمحى الرأي لا تقدرش ربما في دول أخرى تستطيع أن تغلط الرأي العام الرأي العام الفرنسي صعب لما يقتنع بشيء من الصعب تغير له رأيه نعم هو كما قلت القيصة معروفة تمويل القذافي في وقت سابق للحملة الانتخابية لساركوزي بـ 50 مليون أورو بعد ذلك ساركوزي يأتي في يوم الأيام ويقول بأن زعيم معمر القذافي ديكتاتوري وأراد الإطاحة بها في حين أن تصريحات في الإسلام القذافي لازلت إلى يومين هذا يعني في الانترنت ويمكن مشاهدة لا حتى ما ندخلش في الجدد في هذا لأنه خلاص ثابتة في العدالة الفرنسية ثابتة بالليه ساركوزي منتهم ولم يسجن ولا شيء من هذا القبيل لأنه ربما حاولوها مع شراك سابقا حاولها مع ساركوزي لكن ما تمشن بحكم عدة اعتبارات ربما سياسية كذا أمنية رئيس دولة غيرها لكن الشيء أنه متورد في هذه العملية لكن الشيء اللي لازم نعرفه هنا أن على الفرنسيين أن يعرفوا أن الوضع الذي آلت له فرنسا في الإرهاب الذي حدث في فرنسا هو ناتج على السياسة الفرنسية في شمال إفريقيا وفي المنطقة الكتابة وفي سوريا وسوف يتم التصعيد إذا استمرت فرنسا بهذه الأسلوب وهذه التصريحات التي يقود فيها سيد ساركوزي إذن يبدو لي أن الجزائر جاوزت هذا العملية جاوزتها نهائيا سيدة هناك من يرى أن ساركوزي يريد توطير العلاقة بين الجزائر جزائر وتونس أنا أعتقد أولا فتونس تونسيين واعيين كثير ولا أعتقد أنهم ينجروا وراء هذه التأثيرات لكن الشيء اللي يعرفه ساركوزي الآن هو حاب يثبت بأن السياسة أنتعه في التصريح أنتعه والواضح السياسة كانت جيدة جدا وكانت أدت إلى تغيير ديمقراطي في ليبيا ولكن السبب تخلوا عنها هولند والغرب سيفية عامة هو اللي يخل الوضع هذا غلط هذه مغالطة كبيرة الأرهاب بدأ قبل أن يغادر قبل أن يغادر ساركوزي قبل 2012 بدأ الإرهاب في بي وبدأت السراعات وبدأت أكثر من مليون الليبي هاجر إلى تونس وأكثر من مليون ونصف الليبي هاجر إلى مصر عمليات ما يسبب الثوار والحرب التي تمت تمت عن ساركوزي إذن هذه مغالطة وعلى التونسيين أن يفهموا هذا إذا وافقوا ودخلوا في الاستراتيجية الفرنسية معناها قد أسسوا لزوال تونس في حد ذاتها ببعدها الديمقراطي لأن فرنسا مهم لا أعتقد أنهم يريدون النجاح الديمقراطية في تونس لا يحبون نجاح أي مشروع في أي ذرة عربية مسلمة سواء إسلامي والديمقراطي المهم بالنسبة لهم أن تكون الدولة الوطنية في فوضى حتى يجسدون الاستراتيجية الكبرى اللي هي التواجد المباشر لاستغلال الموارد الطبيعية الموجودة الأموال لرصيد الأموال الموجودة وإبعاد الدول البديلة مثل الصين وروسيا وغيرها إذن هذه الاستراتيجية وكذلك أخطر من هذا هو حماية الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني لأنه الآن هو فراحة تم الربيع الآن ما يسبب الربيع العربي هو الربيع لإسرائيل وليسا ربيع العرب طيب ومن أنت كانت في تونس برأيك سيد دبشمين يتحمل المسؤولية الآن في تونس المعرضة التونسية حملت حزب نداء تونس المسؤولية وحملت كذلك كل من عملوا على استدعاء ساركوزي إلى تونس أن المعارضة سواء في تونس أو في أي بلد في العرب دائما تستغل الثغارة واعتقادي حاليا أن المعارضة التونسية يجب أن تضغط وتسير في اتجاه إبعاد التدخلات الأجنبية في تونس لأن الآن ما يحدث هو البحث عن مبررات لاحتلال تونس لاحتلالها عسكريا بالتواجد قواعد عسكرية أمريكية أو تونسية لإضعاف تونس وجعلها في فوضع على النمط الليبي يجب أن نعرفه الآن عندما ساركوزي ويصرح يقول أن تونس نعطيك جواب واضح جدا تونس كان تعيشه بنسبة أكثر من 50% من الاقتصاد الليبي في عهد القذافي وتونس تعيشه بنسبة كبيرة تقريب 90% من السياحة الآن والسياحة السنوات الآخرة من السواح الجزائري إذن كيف الجزائر دعم للاقتصاد التونسي والأمن التونسي وليبيا سابقة في عهد القذافي تصبح يتهمى ساركوزي بأنهم هذه اعتقادي بأن حتى ذهنية فكريا ما عنداش بناء موضوع غير مركبة حتى فكريا خلينا مزيزيا هو ساركوزي معروف بالتصريحات التي تكون في بعض الأحيان غير منطقية سياسيا يعني معروف لا هو في ذهنية ما زال ربما يتصور بأن الجزائر رفضت سياسته في الحلف الأطلسي وتدخل حطلس في ليبيا وضل التدخل رغم أن الغرب الآن يعترف بما فيها الفرنسيين على مستوى الجيش على مستوى السياسيين يعترفون بأن السياسة الفرنسية في ليبيا هي السبب ما قالت إليه الوضع إذا ما زال هي عربية أن الجزائر كانت رفضة لها التدخل وأثبتت للعربية أن الجزائر كانت على أصح أثبتت للعوربيين قبل العرب وقبل الأفارقة إذن هنا يبدو لأن الآن المكاشفة واللعبة تضحت أكثر الجزائر متحكمة في الوضع السياسي والاستراتيجي بالمقاربة التاحة في رفض التدخل ليس تعصبا بما يسمى المحافظة على الدولة الوطنية والسيادة فقط لا أكثر من هذا التدخلات سواء حتى تحت الشرعية الدولية أثبتت دائما وباستمرار استفزاز وتصعيد المثال في العراق المثال في ليبيا المثال في مالي وغيرها ما زالت ذهنية الفرنسية خاصة اليمين ما زالت الذهنية تحم ذهنية والتعويصاية ذهنية تحم فرض الرعية تحمل الفرنسي واعتقادي أنهم ربما أحسوا ربما أحسوا بأن هناك توافع جزائري فرنسي في عهد هولند أكثر من مكان عليه سركوزي ويتصور إذا استمر هذا الوضع سوف يزيح ولن يعطي فرصة للسركوزي للعودة مرة أخرى على مستوى سؤال أخير أستاذ هنا في الجزائر لدينا تقريبا نحو مئة حزب كذلك وزارة الخارجية لن نرى أي ردود فعل من طرف الهيئات أو الأحزاب أو حتى وزارة الخارجية فلماذا يعني؟ لا الإعلام موجود الإعلام دع مرد فعلا أنا طلعت على الجاهل الصحابة الجزائرية لكن هذا رجل سياسي من المفروض أنه يرد عليه كذلك السياسيين في الجزائرين معدل سياسيين بالمستوى المعارضة اللي يعكسوا استراتيجيات معاونة عدل سياسيين ينتظروا في أخطاء السلطة في الجزائر ويتكلموا عليه لا 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 نتحدث فقط عن المعارضة نعم المعارضة أنا بالنسبة لي حتى المعارضة الجزائرية لم ترقى بعد المستوى معارضة الموضوعية اللي نعرفها في العالم الكل المعارضة لا تجيش في التلفزيو وتتكلم فقط أو في الصحافة لازم تكون عندك تعبئة جماهرية من داخل شكول الحزب ليقدر يقول لي أنا معارض يروح لغردية حبسهم يخلا يقول عندي عندي مناطلين وعندي يروح لتقصة ولو أننا أربما بعد اليوم بعد نوعا معا عن الموضوع حمس كان لديه مبادرة يعني جمع مناطلية من 48 ولاية وكان فيها حملة لتوجه إلى غردية ولكن رفضت من طرف السلطات لم ترفض من طرف السلطات هذا صريح لي قالوا سيدا أكواسي سيردرك بعد ما مات 16 واحد ولا 20 واحد نتكلم عن روح لغردية لا من المفروض إذا كان عندك تعثير صح في القواعد التاعك وفي العمال التاعك تحتوي هذه قبل ما تحدث كي تحدث عن مسؤولية دولة مش مسؤولية دولة يعني كي بعد خراب بعد وفاة بعد أغطية لأكثر من 20 واحد وخا وتدميرك تقول لي نروح يسكت الحزب السياسي ليس السلطة الحزب المعارض ليس في السلطة هذه وظيفة الدولة الآن بتوعيج اعتبار لكن قبلها إذا كانت تقول صح راني عندي أولوية الأمن والاستقرار لتاع البلاد أنك تعمل على مستوى القواعد تعبأ أهباء تحتوي هذا بيقدروس نعود إلى تونس لا المعارضة ولا أسفلط سلطاني أجالة هدية الصريحات على الغاز في الغاز طيب نعود إلى تونس جبهة التحرير الوطني حزب التحرير الوطني لعب دور أساسي مثلا في عين صالح في عين مناص لعب دور في عملية الاحتجاجات وراح وعمل قواعد يعني الحزب الحزب في السلطة كانت أقوى في التأثير على الجماهير من الحزب المعارضة طيب أنت تقول هذا أنك في جبهة التحرير الوطني لا لا نتحدث عن محلل سياسي ما تبقى نعم نتحدث عن تونس تونس لا جبهة التحرير الوطني ولا باقي الأحزاب ولا أحزاب المعارضة وحتى وزارة الخارجية أدانت في بيان لها هذه التصريحات فلماذا يعني لماذا كل هذا السمط هو تعرف أن الحنكة الدبلوماسية الجزائرية هي عدم التسرع وعدم الذهاب وراء التصريحات بتصعيد طيب هذا في محلس الخارجية الأحزان أنا متأكد عدم التصريح أنا نعرف السياسة الجزائرية أنها غير موافقة على هذه التصريح وسوف تعالجه في وقته ولا متأكد تعالجه نعطيك ما تتعالجه بعد يومي رح يكون يومي كان المؤتمر الدولي حول الإرهاب أنا اعتقادي سوف تجد الموقف الجزائرية غدا الموقف الجزائرية سوف يتوضح من خلال هذه الندوة يعرف والأحزاب وسط الأحزاب السياسي يبدو بعض الأحزاب على سباقير أعتي أظهرت بعض التصريحات لكن لم ترقى بعد هذه المساوة ولكن توقعها بعد أيام سوف تفعل التصريحات ربما ترفض هذه الموقف الساركوزي من تونس أشكرك جزير شكرا لأستاذ إسماعيل دبش المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية على قبولك الدعوة شكرا برك الله شكرا موصول لكم كذلك أنتم مشاهدين على طيبية الإصغاء والمتابعة نهاية فقرة ضيف الأخبار اليوم أعود إليك شكرا لك جمال شكرا لك سيدي على قبولك الدعوة إذن مشاهدين بضيفي الأخبار نصل وإياكم لنهاية هذا الموعيد الإخباري والأن تتكرون بأبرز العناوين ردود فعل تونسية مناددة بتصريحات ساخكوزي المستفزة للجزائر أمام صمت جزائري غريب وموقع ميديا فاقت يكشف معلومات جديدة عن حصول ساخكوزي لخمسين مليون يورو من القذافي اجتماع لمجلسي الوزراء هذا الأربع وفي جدولية الأعمال تداعيات انخفاضية المداخل بالعملة الصعبة وأحداث غرداية تنسيقية والحرية والانتقال الديمقراطي تعيش على وقع شقاق داخلي واجب الله يهدد بالانسحاب شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة تقبلوا تحية وتحية الفريق العام معي هذا المساء السلام عليكم اشتركوا في القناة